استهلوم، استهلوم، استهلوم بيضل روجك الشوي هذي بل عنده شوي بقى هل شان أعطي لك قصيد تنتهي؟ عبدالرحمن يشرلك أباك تقول ماضيه ولا قده؟ يتميح الخطوات كله يوجبه أبو عبدالرحمن مهمة عدينا فيه ساله وقصيده عنده طيبة وأنه بيه يعطينا إياها هيا سلام؟ اللي هي حقية الجمس ها يلا اللي سألت عنها هلا هلا ما أنت مقصر فيها إن شاء هلا والله بشري هل أنت من 400 خطوة؟ هل طال أمرك حميد بالرازن الذيابي العتيبي الله يسعد مساء وبندر بالخير آمين رجال عشير غانمين ورجل رائي قنص ورائي طلعات ورائي مغتيرها الحين ما شاء الله تبارك الله جر بيها الحين ممكن نتوجه له فانطقته لأنك ما تمل له لجلسة مع الرجل في حديثه في سلوبه في طرحه الكلام هذا يقول 1400 1400 يقول أنا كنت بالكويت يقول طلعنا من الكويت ورحنا قنص للعراق يمكن بعد قبل الأربعمية لأنها قبل تبدل حرب إيران مع العراق قبل بيام لكنها في البدايات في الأربعمية يقول رحنا للعراق رحلة قنص إجازة شهرين طلعين من الكويت يقول رحنا يوم خلصنا من البر ومن القنص ورجعنا وطبينا بغداد نبن نرجع للكويت قال لي الاستخبارات العراقية معنا قالوا مسكونوا على السجن على طول قالوا على السجن قالوا نجلس بالسجن اسبوع كامل يقول لحد جان ولا حد سأل أنا ولا حد ما حد ربهم يقول ماذا؟ يقول كني ولد إحنا ما نقبائل ما ناقرب ما نهام حتى الزوار ما جوا زوار يقول هل الزيارة هم نوعي عنه هم يمكن يوم انهم انسجن ومسكوا وبلغوا هم سكنوا وطرانوا كذا وكذا ولكن اخذهم الرجل ودخلهم السجن يقول هل الزيارة هم نوعي واللي بيجون بيزور ما اقول في السجن يقول ما انه حد يسعد عننا منا واللي يجون يردون هم يقول لقينا قدامنا بس في قسام ثانية لقينا خوية منها للكويت قنوس جايين قبرنا ومتحاكمين وبعضهم يبي يطلع يقول لقيت منهم نهار ابن عبيد المتلقم العجم يالله يرحمه يقول منتهت المحكمية هو يخوية ويبي يطلعون يبون الكويت يقول قلنا بس هذا اللي برد خبر لنا في الكويت يالعجمان لحظة لحظة انتظرونا انتظروا برسل معكم رسالة الرفيج اللي في الكويت قالوا في انتظارك هو يكتب قصيدته ويوم كتب القصيده ويرسله مع العجمان ويتعصل الرفيج ورفيج اللي في الكويت يركب ويجي للعراق ويجي للسجل ويمجي للسجل للزيارة من نوعه ويقدم علي دارة حقتهم ويقدم عليهم كذا قال نبنا ندفع مبلغ نبنا نشتري سجنهم دفع لهم مبلغين كبير المهم ما لقى سنع ما لقى حل والمساجين السجانة في السجانة عندهم هناك يعلم حميد ان جانا رجال اسمه فلان اللي هو اسم رفيد اللي هو وجه لها القصيدة ويقول كذا ويقول كذا وان شاء الله هل مرزين وان شاء الله يبيجي خير للسجن يبيجي يشتري المدة وفي بعض عندهم بعض النماط طيب خاطر الله الله فالخير يقول قالوا لا جاء عمر ما فيه مجال ولا فيه وهذاك مش شاء يقول عندخذنا كملنا شهرين من دي ثلاثة شهور وطبق علينا احكام لكن ميزتها ان الاحكام يطبقونها عليك ويفكونك ولو وقعت مرة ثانية تنفذ الحكم كله يعني ما ما نفذت لكنها رصت علينا السجن عدل قصيدة يقول فيها راتس بيلي حرف جي ام يزها يا سلام اللي ادق سلفه غاد يلا حديري حديري مفحوصة الباككس والزيت معهم علقن بين القزوزة السبيري لادق سلفه والبساتم صفاه راح تبلوف النار تزفر زفيري ضغط المكينة مصنع يوم منشاه اربعمية واربع وخمسين غيري باور وتكيف وتوانك معبا وقزاز متحرك وشد قصيري صنعتي هودين عسى النار مثوى عسى وسط اللهيب السعيري عز الله نضبطه يوم سوه لو حط له جنحان يمكن يطيري جمسي لروح بايدنا مأشاه يطور قاق البعد طي الحريري جعجبك من ارز النفوذ إلى تمثناه يفز فزل جاف قره هذا بالكويت ما بهمر أنه ضريري وما قل دل وزبت الهرج وحلاه الله يهون كل شيء عسيري الله الله صحة جملت على كل حال عندي في الهاشتاغ تساؤلات كثيرة عن زملائنا الأجلاء الفضلاء سواء الأخ عبدالله الأحمر أبو سليمان أو الأخ العزيز مرزوق أبو تخيل قحطاني طبعا باسمكم جميعا ننقل تعازينا وتعازي متابعينا لهم الأثنين أخونا أبو سليمان توفت شقيقة الكبرى الأسبوع اللي فات وعشان كذا ما حضروا كثير يسألهم في الهاشتاغ يقول وين أبو سليمان أبو سليمان تغيب لأجل الظرفة توفت أخت كبيرة في السن وأسأل الله أن يرحمها وهطول الأسبوع اللي فات كان يعني معتذر بهذا الظرف وإن شاء الله وعدنا أن يكون معنا بكرا إن شاء الله أيضا